بس سام عادل لأبو ماكب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حالة الأسرة ببعنامي كابتر محمد فاروق وكابتر ريد عبد العالم سؤالي ما سبب التمسك بفريق سبب تمسكك بفريق طنطة رغم سوء النتائج وهل في ضغوطات الجمهير وهل ضغوطات الجمهير ستجبرك على استقالة في يوم الأيام مثلا لا طبع ايه اللي يجبرك على استقالك او ايه اللي يخليك تستقيل من نادي طنطة لو حصل ايه اللي يخليك كده في حالة ايه لما ان شاء الله الفرقة تتعدل وتبقى ماشي أول تسيبه وتمشي الاول يتعدل اه ان شاء الله هتعدله بص طالما بتروح له الجمه ما تقلقش يا فاروق طالما فرقتك بتروح يعني احنا مبارح مثلا مضاعين كم فرصة خمس فرص الاهل مضاعومش ولا الزمالك النهاردة الزمالك النهاردة راح باربعة جاب تلاتة الاهل مبارح راح بثلاتة جاب اتنين احنا مبارح راحنا بخمسة مجدناش ولا واحد عشان في حاجة اسمية توفيق وعدم توفيق طالما بتروح له الجون وشغلك باين ما تقلقش مع النتائج ما برشلونا كان الراجل ماشي ايه بس برشلونا بيخسر ماتش ماشي ما بيخسرش ماتشات ببص انت ما بتخسرش اللي على ملعبك بره بنعمل ماتشات يعني انت مثلا ماتش اللي فات وانحنا بلعب القناة انت اللي مضيع وانت اللي كنت الاحصل واخت بالك شمعنا يعني فهي بص وبعدين انت المشكلة انت لسه عامل فرقة كمان يعني الناس مفروض تقدر دي ان لسه اللعيبة ما بعلومش شهر بيلعب مع بعض من غير ماتشات ودية ولا من غير الفترة انا هادي جدا يعني وبعدين هقوله كمان انا مش بمسك جميع عشان حاجة طب ما انا جاي للفايصل الاردني ما انا لو بفكر هسيبهم وامشي زي المدربين التانيين مثلا اللي هم سيبهم ومشي وقولك اهو قليلي الاصل سابنا ومش عشان فلوس انا معك كلمة معلو استاذ فايز وقسم بالله اول ما يقول لي خلاص انت اه انت قديت المهمة بتاعتك سلامه عليكم تماما كابتن طيب اه يوسف حسن اعني انا ما بقولش يعيش خلي بالك ده ده اه انت انت عندك مبادئ يا كابتن يوسف حسن كانت المسار انت مش عالت ان انا راجل اه لا طبعا كانت انا اه لا هو انا لما سبت الجمالك عشان كلمة اه عشان كلمة ما قالك وكلهم هربوا طب هم جولي البيت بعد كده وحطوا خمسة مليون جنيه صحيح ده كلامه وفي ناس شاهده علي الكلام ده ما ايش كابتن وجولي الساعتقاتها بالليل عسيح لو انا ببتاح فلوس دقاء كنت عملت ايه اه خمسة مليون جنيه كان ساعتها اكبر يعني اكبر عقد في مصر خمسة وثلاثين الف تمامك طيب يوسف حسن ساخير عليك كابتن بيقولك مين المهاجم المناسب كابتن اللي عوض رحيل المصطفى محمد ومرايك في صفقة والتور بواليا وتؤيد رحيل فرجان ساسي ام لا طيب بالنسبة المهاجم اللي عوض لازم يفكروا ان يسيبوا امصطفى محمد انت فرد وعارف لان انا ممكن اتصاب لقى الدراءة ممكن يتصاب ممكن مستوى ينزل فدي احسن فترة له ان هو يسيبوه ياخدو فلوس بقى ويجيبو اي حد مهاجم افريقيا كويس مهاجم مصر كويس مع مصطفى محمد انت طلعته قبل كده اعارف انت مسك فيه ليه ما تسيبه عشان بقى الاعتماد عليه بس هو فعلا زي ما انت بتقول طيب ما فيه مطشات كتيرة مصطفى محمد ما كانش فيها واخيره مطش النادي الاهل اللي هو بتاع افريقيا فبرده يعني اده للراجل بالراح انه هو يحترف وفقول كل ازمة انتو ما عندكوش فلوس وبعدين دي حاجة هتبقى كويسة جدا سواء لمصر او لنادي الزمالك فك ازمتك طلع الراجل النهاردة كمان كان فيه تصريح لمدير الفني ان هو برضو يعني عايزين مصطفى محمد بشكل قوي بس ده طب كده بقى افتح المزات بقى والليه تفع اكتر مع السلام هو افضل لعروض سنتتيان يعني حتى انه هو فيه مزات فعلا وانا بيني وبينك انا يحترف في فرنسا حسن ما يحترف في تركيا في تركيا اه طبعا لان المستوى هناك عالي يعني تمام طيب اعطيك جبالي سؤال الكاتوريدا لو دربت بيرامدز وتكسب الدوري والاهلي والزمالك اه في حالة واحدة يبقى فيه عدالة على كل الفرق يعني مثلا انت لسه يتكلمني على بيرامدز يعني ان مبرح مثلا بيرامدز بيلعب في اتحاد الشرطة ده يرضي ربنا دي منافسة الاهلي والزمالك ما روحوش هو هو يروح ها فقط الاتنين بنت مبرح ليه عشان بيلعب في الملعب سيء لو بيلعب في الملعب كويس هل ان البنك الاهلي يقفوا باللعيبة الجامدة دي بس هم هاخدوهم فخون انا مكلمك بجد انما لو في عدالة اه تكسب اهل وزمالك وعلى فكرة برضو في دور اسمه التحكيم عليه دور كبير اوي في العدالة تمام طيب محمد سعد حياتي كابتال رضا عندي سؤالين هل في فريق من الدور الممتاز تفاوض مع حضرتك لتوالي المهمة في بداية هذا الموسم وتتوقع مين المربع الزهبي بدور ابتال افريقيا هذا الموسم كابتال في حد كلامك كاتل في الدور الممتاز اه بعد انتهى الدورة مين يا كابتال لا خلاص احترامهم بقى للناس عشان ما ينفعش طيب واجهزهم باللما كلام انا مش عايز اقول بس عشان الراجل مشي يعني الراجل ساب الموقع بتاعه ومشي طيب مين دور ابتال افريقيا يبقى موجود في مربع زعب كابتال ان شاء الله الاربع اللي احنا قلنا عليه زمالك زمالك وآله وترجي وتمنى المريخ السوداني او الهلال السوداني رأي يا كاتن ابيبا واحمد بقول رأي حضرتك كابتال رضا في زل وجود اللاعب الكبار في فريق النادي الآله ما هي افضل تشكيلة اليوم من وجهة نظرك الراجل بقى افضل تشكيلة لا طبعا قول لي طبعا التشكيلة افضل يلعب طبعا الشناوي ايمان اشرف وبكهل علي معلول حسين الشحايت مش محمد داني مصاب حسين الشحايت ديانجي واكرم ديانجي واكرم وقدامهم افشة وعلى شمال الكهرباء وعلى اليمين طار محمد طار ومحمد شريف طيب وبعد كده بقى ينزل فيه صلاح محسين التغييرات بقى بس ده التشكيلة اساسية ترجمة نانسي قنقر